السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وخواتي فقدنا قبل أسابيع صاحب القلب الكبير القائد الوالد المعلم الحكيم العزيز على قلب الصغير قبل الكبير وتقبلنا رحيله بقلوب صابرة مؤمنة بقضاء الله قدر نسأل الله خلو الرحمة والمغفرة الشيخ خليفة رحمه الله رافق المؤسس شيخ زايد طيب الله ذراه في كل مراحل دولة الإمارات وحمل أمانة الوطن بعد رحيله بإخلاص وحكمه وأدى رسالته تجاه شعبه وترك إرثا خالدا من العطاء لشعوب المنطقة والعالم نحن يا أخواني محظوظون بهذا الشعب العزيز شعب أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له كما نثمن الدور الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة الإمارات الذين يعتبرون الدولة بلدهم الثاني ومساهمتهم المستمرة في البناء والتطوير منذ قيام الإمارات نمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا في قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل لتحقيق التقدم والازدهار لنا ولهم أخواني وخواتي بفضل الله تعالى ثم بفضل قيادة أخي خليفة رحمه الله ومن قبل المؤسس وباني الاتحاد الشيخ زايد تمتلك اليوم دولة الإمارات منظومة تنموية متطورة ومتكاملة ومستدامة أصبحت مصدر إلهام وآمال لشعوب المنطقة والعالم وبإذن الله ستبقى وتتطور بجهود أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها اقتصاد دولة الإمارات يعد اليوم ضمن أكثر الاقتصادات قوة ونمو فقد أنعم الله تعالى علينا بموارد غنية ومتعددة خاصة مواردنا البشرية حيث تمتلك دولة الإمارات ثروة متميزة من القوى العاملة الفتية والشابة وتشاركنا أكثر من 200 جنسية بفعالية ونشاط في نمو اقتصادنا وتطوره تطوره